يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالة ودوا ما عندتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخفون لوم تلائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم أسأل الله جل وعلا أن يجعلني وإياكم من أهل الإيمان أشاهد أن هذا أصل كبير أن يكون حبك لله وأن يكون بغضك لله وأن يكون عطاؤك لله وأن يكون منعك لله جل وعلا ومن الهدي النبوي إذا أحببت أخا من إخوانك أخبره أنك تحبه كما في سنن أبي داود بسند صحيح أن رجلا كان في مجلس النبي صلى الله عليه وسلم فمر رجل فقال إني أحب هذا يا رسول الله قال أعلمته؟ قال لا قال فأعلمه فانطلق وقال إني أحبك في الله قال أحبك الذي أحببتني لأجله فمن السنة أن تعلم أخاك أنك تحبه في الله وأنا أحبكم في الله امتثالا مني لهذا الهج النبوي وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمعني بكم مع المتحابين بجلاله في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله ولذلك لا تستغرب أن ينادى على أهل الحب في الله في هذه اللحظات العسيرة الشديدة كما في صحيح مسلم أين المتحابون بجلاله اليوم أظلهم في ظل أي في ظل العرش اليوم أظلهم في ظل يوم لا ظل إلا ظل أسأل الله جل وعلا أن يعيد إلينا هذه الأصرة الجميلة من جديد لأن عقد الولاء والبراء الآن صار يعقد على غير هذا صار يعقد على غير هذا فربما أحب أخا من إخواني لأنه يجلس معي لنفس الشيخ الذي أجلس بين يديه لأتعلم منه وربما أبغضه لأنه لا يجلس لنفس الشيخ الذي أتعلم منه أعقد الولاء والبراء يعقد على مثل هذا أيعقد عقد الولاء والبراء على مثل هذا إن الله وإنا إليه راجعون ثم ربما يبغض إنسان أخاه بدعوى أن بغضه لله وإن فتش وجد أن الهوى هو الذي يحرقه ويحركه هو الذي يحرقه ويحركه وأنه ما أبغض أخاه إلا من أجل هوا وإلا من أجل دنيا ما أبغضه لله والأمر دقيق ويحتاج إلى صدق أسأل الله جل وعلا أن يجعلني وإياكم من الصادقين وينبغي أن نعلم أن من السبعة الذين يظلوهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله من بين هؤلاء ذكر النبي صلى الله عليه وسلم رجليني فقال ورجلاني تحاب في الله اجتمع عليه وتفرق عليه نسأل الله عز وجل أن يملأ قلوبنا بالحب في الله وأن يجعل بغضنا لله وأن يجعل عطاءنا له وأن يجعل منعنا له وأن يجعل دخولنا له ومدخلنا ومخرجنا له وقل ربي أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعلني من لدنك سلطان النصير لذا السبب الثاني عشر هو سلامة القلب من الغل والحقد والحسد والكبر والغرور أمراض خطيرة تهلك القلب بل وتهلك العبد بل اعلم بأنك لن تنجو في الدنيا والآخرة إلا بقلب سليم من هذه الأمراض وغيرها من الشرك والشك والغل والحقد والحسد والهوى إلى غير ذلك هذه أمراض يعني تدمر الدين وتنتزع الدين من أصوله في قلب العبد ولا حول ولا قوة إلا بالله نعم نعم سلامة القلب من الشرك سلامة القلب من الشك سلامة القلب من الريبة سلامة القلب من الحسد سلامة القلب من الضغائن سلامة القلب من الهوى سلامة القلب من الشهوات سلامة القلب من الشبهات لابد أن يجتهد العبد الموحد لله تبارك وتعالى في تطهير قلبه من هذه الأمراض وأنا أرى أن أعظم الأسباب العملية التي تطاهر القلب من هذه الأمراض وغيرها التوحيد التوحيد أن تحقق التوحيد نعم لو حققت التوحيد وامتلأ القلب بالتوحيد وطرد التوحيد من القلب كل هذه الشوائب والأرباب والآلهة والأنداد والطوغيث التي تملأ القلب ما وجد في القلب سبيل لمثل هذه الأمراض المهلكة المحرقة ولا حول ولا قتل إلا بالله محال محال أن يبقى التوحيد في القلب وأن يملأ التوحيد القلب ويبقى في القلب بعد ذلك شيء من الشرك أو شيء من الإيمان بالطوغيث والآلهة والأنداد والأرباب وما أكثر الآليات والأنداد والأرباب التي تعبد في الأرض من دون الله ولا حول ولا قوة إلا بالله فمن يكفر بالطاغوط ويؤمن بالله فقدم الله الكفر بالطاغوط على الإيمان بالله وهذا ما يسميه بعض علمائنا بالتخلية قبل التحلية بالتخلية قبل التحلية لابد أن تطهر القلب من كل هذا ليخلص القلب لله جل وعلا وحده بلا منازع أو شريك يوم لا انفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم وقال حذيفة بن اليمان رضي الله عنه القلوب أربعة يصح هذا موقوفا على حذيفة رضي الله عنه وأضعف مرفوعا للنبي صلى الله عليه وآله وسلم ومدار تضعيفهم في سند هذه الروات على ما أذكر على الليث بن أبي سليم ومتكلم فيه وإن كان الإمام أحمد لا يرد حديثه لكنني أرى علة أخرى في السند تضعف هذا الحديث مرفوعا للنبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول حذيفة القلوب أربعة قلب أجرد فيه سراج يزهر فذلك قلب المؤمن هذا القلب الذي أشرق فيه نور التوحيد وأشرق فيه نور الإيمان قلب أجرد تجرد لله جل وعلا وتجرد من كل شيء قلب أجرد فيه سراج يزهر يضيء ينير فذلك قلب المؤمن وقلب أغلف فذلك قلبه الكافر قال الله حكاية عن الهود وقالوا قلوبنا غلف ولا حول ولا قوة إلا بالله وقلب منكوس عرف ثم أنكر وأبصر ثم عمي فذلك قلب المنافق وقلب تمده مادتان مادة إيمان ومادة نفاق وهو لما غلب عليه منهما ولا حول ولا قوة إلا بالله وبعض أهل العلم كشيخنا عبدالقيم رحمه الله يقسم القلوب إلى ثلاثة أقسام فيقول قلب سليم وقلب ميت وقلب مريض قلب سليم قال ولا يسلم القلب حتى يسلم من خمسة أشياء قلب من قلب اتمنى سليم قلب من قلبA اتمنى سليم 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 ببعض سليم